اهلا بحضراتكم من جديد خلال يوم الخميس ويوم الجمعة احنا ببنشتغلش للأسف ويربما لو استمرت الازمة نواصل العمل لكن بيحدث في هذه الايام ما يدمي القلب وما يشتت ايضا التفكير والعقل واجعل حليم حيران واجعل اعمال العقل شيء من الجنون ليلة امس كانت ليلة حالكة السواد كما قلت في المقدمة كانت عتمة الليل هي العنوان لا توجد صلاة تلفونية ولا كهرباء ولا مية ولا مستشفيات وكأنه هناك قبر كبير قبو كبير او قبر كبير اسمه غزة غزة محاصرة لا احد حتى الان يعرف تفاصيل ما جرى في تلك الليلة المقاومة تقول باننا قمنا باعمال فدائية سنكشف عنها تباعا واسرائيل تقول باننا قمنا باعمال سيذكرها التاريخ اين الحقيقة واين ما جرى وكيف نرى حقيقة ما جرى ستكشف عنه الايام والصور والاقمار الصناعية لكن خلال ليلة امس سقطت كل الاقنعة وكل اوراق التوت وكشفت كل العورات وكل السواد خلال الايام القليلة الماضية ايضا سقطت اقنعة عن شخصيات مصرية ليست مصرية سقطت الاقنعة عن شخصيات كنا نظن ان لديها يعني بعض من العقل او بعض من الحياء سقط الحياء عن هؤلاء ونظرا لاننا نتمتع بقدر من الحكمة والصبر فلن نتحدث عن هؤلاء لكن اقول ان الشعب المصري لن ينسى وانه الدولة المصرية ايضا لن تنسى لن تنسى هؤلاء الذين هؤلاء الذين مارسوا عبثا في وطح النهار وامرسوا ابتزازا في وطح النهار وامرسوا ايضا يعني احط انواع الممارسة الرخيصة في العبث في مجريات لا تتحمل العبث بل لا تتحمل الرأي والرأي الاخر هؤلاء يختبئون وراء اصابعهم وهم مكشفون عرايا عرايا امام الناس عرايا امام الجماهير عرايا امام الشعب واقول انهم لا يستحقون ان نذكرهم هنا لكن اقول للشعب المصري اياكم ان تفكروا الثقة في اعلامكم الوطني اعلامكم المخلص اعلامكم الحقيقي اعلام رجع صدى للدولة الوطنية المصرية دون قيد او شرط اعلامنا محترم اعلامنا شغال اعلامنا بيحقق اعلامنا بينجز اعلامنا بيقاوم اعلامنا بيقاتل اعلامنا وكأنه كتيبة عسكرية مع الوطن في قلب الوطن مع الاحداث في قلب الاحداث بوطنية غير مشروطة يحبون الوطن دون شرط ولا يعبدون الله على حرف هو